موسيقى صباح نور نور وإن شاء الله كل عام أنتم بخير وإن شاء الله يكون العالم بألف خير يسعد صباحك كل عام أنتم بخير بالبداية خلينا نحكي نحن بأول أيام العيد شو هي الألوان يمكن الأنسب للعيد؟ هلأ دارج كتير الألوان يمكن فينا نقول الفاقع خلينا نحكي الألوان يمكن تكون مميزة نوعا ما بالعيد للصبايا أول شيء أنه هو العيد هو مناسبة واحتفالية عند جميع الشرائح وعند جميع العالم يعني ما له عمر معين لحتى الواحد يحتفل فيه وما له يعني فيه تقس معين يعني مشترك بجميع الأعياد هو أنه الواحد لما بيزل على السوق بيشتري تياب جديدة على العيد إن كنا صغير إن كنا كبير كل ياتهم نحب أن نشتري تياب جديدة على العيد العملية اختياري الملابس بفترة العيدة تكون كتير حساسة كتير دقيقة ليه لأنه هي المناسبة هاي بالذات يعني الواحد بيحب يظهر بأحلى صورة عنده يكون متميز فيها عن باقي الأيام فالألوان الدرجة هاي سنا هي الألوان الباستيلية لا درج الألوان الفاقعة درج الألوان الصريحة عم نتفاجأ بالألوان تلاقي الفسفوري الزهري مثلا الأورانج عم نتفاجأ بتعدد الألوان يعني هيدا العيد هلأ صر له بس عادة شي يعني الألوان الصريحة دول الألوان الفاقعة صر لهم يمكن شيء ثلاثة أربع سنين مستمرين يعني هيدا الموضة مستمرة بس هلا عنا جديد هو اللي درج أكتر الألوان الباستيلية يعني كل شيء مثلا بينك بيبي بينك الروز بيبي روز البلو بيبي بلو يعني كل شيء الزهر زهر فاتح أزرق أزرق فاتح الألوان الباستيل يعني البيج السماوي الأورانج الهادي يعني كل شيء ألوان هادية رايقة ما عدا من بعد شوية عن الضواجان يعني تحسي عيد يعني أنه لازم يكون مو يعني مو شرط إذا كان عيد يعني نكون يعني لبسنا بذهر هادية شوية شجرة وهيك يعني الألوان كله يعتمد من فوق لتحت لابسيني لا شوي لازم يكون يعني تكون اللوك تبعنا أنه حلو أكتر وكل واحد كمان بيعتمد حسب بلون بشرته وطريقة لبسه الستايل اللي بيطبعوا بحياته اليومين يعني نور نحنا مثل ما قلت لي هلا أنه دايما بالعيد بيحبوا يطلعوا بإطلالة مميزة بس ما نلاحظ هلا اللبس تبع الصبية غير لبس المثلا المدام عم نلاقي أنه صبايا أحيانا أنا صراحة عم حست أكله عم يصير مثل بعضه تماما هلا هذا السؤال اللي بدي أسألك يا أنه معلش أنه صبية أنه خليها لو عيد شيك سبورت شو بتنصحيها مش عما كتير تتقيد أنه لا هلا عيد لازم نلبس مثلا رسمي لازم نطلع يعني عم يطلعوا الأم هاد مثل البنات صح هلا نحنا عنا كذا لوك يعني عنا الإطلالة الأنيقال إطلالة المريحة والعملية والإطلالة الكلاسيكية هلا كلياتنا أغلب الأوقات لما نحنا ما بنعرف شو بنا نلبس بنلشأ للإطلالة الكلاسيكية الشي الرسمي نحنا بننطلع من هذا الشي يعني من الصراحة أنا ممكن أعطيها للناس أو للصبايا حتى أنه ممكن يطلعوا بإظهروا بصورة أحلى وبالعيد أنه يبعدوا عن الشي المعتادين علي يعني أنا متعودة ألبس بشي رسمي لا أنا بالعيد بدي أتميز كيف تكون إلي إطلالة غير؟ كيف تكون إطلالة أحلى قدام العالم؟ لما يشوفوني يقولوا والله مثلا نور أنه لابسة شي جديدة نور متغيرة نور حليانة كيف؟ أنا بدي أتبع الشي يعني إلبس شي يغير لي ما يخافوا أبداً يجربوا الشي جديد دائماً أنه ما يقولوا لأ هذا الشي ما بيلبق لي لأ أنا بجرب بيلبق لي بجرب أنا أختار ملابس أو ألوان أنا ماني مجربتها من قبل يكون شي بالعيد غير الأيام العادية وهون المختلف يعني هون الجرء أنه أنا لو متعودة على ستايل معين بحب نوعاً ما كون مختلفة أو مميزة يعني مثلاً متلاقي فجأة بتلبسي مثلاً سبور شيك فجأة رسمي هون الاختلاف والصباح غير لفس المسلمة تماماً هون الصبية بتقدر تلعب على هيد التفاصيل يعني مثلاً نحنا عم نقول مثلاً بوقتي ممكن غلاء الأسعار بيفرض علينا نوعاً ما كمان الصبايا التقيد بي الملابس أنا كصبية فيني ألعب بالإكسسوار فيني ألعب مثلاً بطريقة اللبس فيني ألعب بالفولار مثلاً بشعراتي نوعاً ما هلأ بس ننتبه مو نحنا يعني عنا نحنا غلاء أسعار صح بس كمان بالمقابل عم بيكون فيه رخص هلأ أنا بدي أختار يعني بده تكون لوك والدتي اللقماش ممكن غير أخاف أو هيك بس عم يتقلد كل شي يعني نحنا ما عاد اعتمدنا على بس الشي الغالي هلأ أنا أهم شي أنا يعني بنصحوني من مثلاً من تجاربي أو من خبرتي إنه يبعدوا عن الشي اللي معجق المبهرج البساطة هي كلمة السر وهم بيقولوا إنه كلمة السر حتى تفوتي على الموبايل يعني دايك تحطي باسورد لتفوتي على الموبايل أو على اللابتوب أو إيش نفس الشي دايك تفوتي على العيد بدا يكون عنا نحنا باسورد خاص فينا بنفوتها يعني البساطة هي رمز يعني رمز الأنوثة ورمز العيد يعني ما نكون شي مبهرجين ألوان من فوق وألوان من تحت والشوز نفس لون الستراس كمان كتير دارج الستراس نور عم نلاقي الستراس يعني عم تبرق عم نبرق من فوق لتحت يعني ولون الشوز نفس لون السكربينة نفس لون الطوب نفس لون ما بيصير هذا الشي للأطلالة اللي تكون أكمل لازم تكون بتلت ألوان يعني بين اللونينوثلاته هذا اللي يضل على البساطة تسرح هلع نحنا بنلبس لونين وبنلبس لون بس الشي اللي أحلى هنه بيص الألوان أيه اول شي من أحكى بنقول عن البساطة ثم البساطة ثم البساطة ثني شي أنه نحنا موا نخاف انه نحنا نجرب شي جديد كيف عالم بديتمyزنا عن يوم العيد عن بعد طلب ايوم الشي الجديد بالأطلالة طبعنا مثل ما لنا في أطلالة طلالة أنيقة، طلالة عملية وطلالة كلاسيكية، كل واحدة بتتبع لحسب شخصية كل صبيع العملية نحنا بالأيام العادية بنلبس شي عملي فان شان نتميز نتبع غير شي، بنلبس مثلا فين نلبس شي كلاسيكي متعودين ببونتالون ومثلا قميس، نحنا فين نغير فين نلبس تنورة، البنسل، السكرت، الضيئة بالنسبة للمحجبات وبالنسبة للسبور يعني لأنه يعني بيختلف بس الطول صراحة فين نلبس مثلا فستانة كلاسيكي يعني بيبروس مثلا عنا خسر بنبينه عنا شي ميزة بجسمنا بنبين العيوب بنخفية بطريقة معينة يعني نحنا بنندارك هذا الشي اسمول أنه عيد نحنا لازم نلبس شي غير المعتاد وبنفس الوقت غير المعتاد غير المعتاد أنا نحنا مو متلك اليوم بس غير المعتاد كمان بطلالة جديدة بس ونت توقف قداش الصبية بتعرف يمكن شو اللي مميز عندها لتلعب على هيدا التفصيل يعني مثلا أنا لما أقول انه مثلا أنا مثلا شقرة وبيضة شو الألوان اللي بتلبقلي بنفس الوقت عندي خسر لازم الصبية تكون بتعرف هيدا التفاصيل لأ عملي مثلا أنا عندي خسر بدي يبينه في ناس كتير مثلا بتلاقيها بتضيع بهي التفاصيل ما بتعرف تنظم خلينا نحكي مثلا الصب يعني نحنا بالصيف البرونزاز مثلا دارج كتير شو نحنا بالصيف المشكلة بعد عرفنا البيضة من السباب تماما يعني شرفتي شو مثلا بتلاقي فيه كتير ألوان خلينا نساعد الصبايا شوي اليوم مثلا السمرة شو بيه البقلة البيضة شو بيه البقلة تمام نور مثل اللون الأحمر بيجي هلا أنا اللون الأحمر بعاني منه كتير يعني نور كانت عم تقولك أنه عن جد فيه ألوان ما بتلبق أبدا للبشرة الأحمر أنا بحس فيه معانات يعني هلا الأحمر حلو بس فيه إله تدرجات تدرجات أحمر حلو بس هذا الأحمر الصاريخ أنا صراحة ما بحبزه لأنه بيعطي يعني هيك لوكشيب يعني ما ما بتطلع طاقة يمكن بالطاقة لا وغير هيك بتطلع الأطلالة مانا كلاسي مانا أليجن ثم تبين الست هيك من مؤدرة عرفتي فيه ألوان بتعطيها الألوان هدول البستيلية اللي هلأ درجة عم تعطيها أناقة وهيك رقي أكتر من الألوان الصارخة هاي هاد رأيي الخاص طبعا هلأ بشكل عام كلا يعتم نعرف إنه أصحاب البشرة الغامقة بيلبق لون الألوان الفاتحة لحتى يعني يظهر جمال جمال لون بشرتهم فلازم ما يلبسوا شي فاتح زوات البشرة الفاتحة لازم يلبسوا شوي ألوان أغمة بيلبق لون الألوان الصارخة بيلبق لون الألوان الفاعة بس مول دون يلعبوا بطريقة معينة على المكياش الألوان البهتة أبدا ما يقربوا عليها يعني صبية بيضة أبدا ما لازم تلبس بيج صبية بيضة أبدا ما لازم تلبس أبيض كثير يعني ما حد بيبين جمال يعني ما حد بيين لون عيونه ما حد بيين جمال بشرتها جمال شعرة يعني هي سبحان الله كل آياتها كله متكامل يعني اللون الشعر مع اللون البشرة مع يعني مع العيون أنا بحس هذا الشي كله مرتبط مع بعضه يعني أكيد فأهم شي ننتبه للقصة أنه الألوان فاتحة ما يلبسوا ألوان باهته يعني أنا لابسة لون فاتح مثلا بس أنا إذا على لون بشرتي طبعاً إنسان ما لحقنا نأخذ اللون يعني يعني أشتا تماماً مغمقة بس مثلا بالميكوب مغمقة لون بشرتي كرمال يكثر يعني يعني يبين في هيك تراسق بين وشي واللون بشرتي ولون الشي اللي أنا لابسة يعني كاسرة شوي هذا الشي أما أنا لو لابسة لو وشي أبيض هلا بيطلع بيطلع فيه شحوب بالوجه بيبين الشخص مريض فأنا لا أنا بدي أطلع بأحلى بأحلى أطلالة عندي بدي أطلع بشي العالم أنه يعني تعطيني هكي كمبليمان حلوة تتجامل تقلي أنه شو هالحلة مثلاً أو أحياني على العيد أو هيك يعني ما أعطي هذا الطابع لأنه أنا كتير كلاسيكية أنا كتير رسمية يعني مثل ما قلت لكم نحنا لتلاتة تعلينا اليوم هيكي فريق يعني تماماً إنه مترسمين وقاعدين إنه الدنيا عيدة أي بس هذا الشيء نحنا مو دائماً فينا نتبعه يعني هلأ في مجال شغلكم مضطرين مثلاً تلبسوا شيء يعني رسمي بس بكسروا نوعاً ما بالجينز لما البس بورشيك نوعاً ما بيبس رسمي نفوق بكسروا بالجينز يمكن بالسنتور باللعب أنا بالتفاصيل بالأكسسوار بطريقة الشعر بطريقة المكياج بناقدر نحنا نلعب على هذا الشيء بس أصدي في حالة مثلاً متلبس تقم رسمي كتير كتير بتبيني يعني يعني عفواً يعني بتأني رايحة على شي بانك رايحة على وظيفة رايحة على شغل أو بتبين من 1960 إنه سيارة لا من الاقتباعات 1965 هلأ راجعين درجين الموضوع تبعون فشان نحنا ما نهينون يعني هلأ راجعوا الموضوع تبعون بس بس إنه ما بدنا نحنا نعطي يعني نحنا بنكون بالعيد مختلفين عن باقي الأيام يعني نحنا بنطلع من طابع الشغل بنطلع من الطابع الحياة اليومية اللي نحنا عايشين لأنه نحنا مو كل يوم عنا عيد لعيد مثلاً مرة أو مرتين بالسنة فهي مناسبة احتفالية لازم تكون مختلفة عن باقي الأيام تمهمة نور البساطة ثم البساطة ثم البساطة يعني دائماً نحنا بنتبع البساطة يمكن ليبين شيء مميز عنا التبرج الزايد يمكن الأوفرة بالإكسسوار حتى بارتداء الملابس بطريقة هاي ما بعتقد بتلفط نظر قد ما هي بتلفط نظر أنه هيدا الشخص مش يعني بغض النظر إن كانت التياب كتير غالية ولا نوعاً 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 ما لا علاقة نهائية غلاء الملابس ما لا علاقة أبداً ما لا علاقة أبداً هي بتتبع ما يكون بس الصفية عندها هذا الزوء اللي بتقدر تطبق الألوان مع بعضها أو تطبق القطع مع بعضها ما لا علاقة نحنا بغلاء ممكن أنا جيب قطع يعني مثلاً بالكنزة كتير رخيصة وكتير ما فيها شيء بس أنا بيّن فيها أكتر من الصبية اللي شارية التوب طبعة بالآلاف عرفتي ما لا علاقة بالغلاء أبداً هي بترجع لزوء كل صبية طريقة شخصيتها كيف تفكر أنه أنا شخصيتي شو بي ناصبة ممكن ما يناسبة ممكن في عالم تحب دايماً ضل متكعبة ما بتحب أنه تلبس تشي زحف أو شي عامل يعني حسب كل شخصية كل حدا بس أنا برجع كمان في شغلة أنا ما قلتها إذا أنا عجقت شوي بلبسي ما لازم عجق بالأكسسوار يعني أكسسوار أنا ممكن أني إلجأ له لما يكون لابسة شي سامبل وما فيه حركة كتير ناعم بصير تماماً مش هنحرك أنا اللوك تبعي بس أنا ما فيني ألبس أكسسوار وإلبس لوان مبهرجة خلينا نحكي عن هاي الأخطاء يعني فيه أخطاء كتير شائعة بالملابس يمكن كتير من الصبايا بيقعوا فيها متل ما قلتي مثلاً إنه فجأة مثلاً تلاقي الحلق هلقد الأكسسوار أوفر تماماً فجأة الشنطة ما بعرف كيف تقدر تمثقها لا الشنطة هي اللي عم يعني مون إحنا حاملين الشنطة الشنطة عم تحملنا من كتر مهنة كبيرة بس إجمالاً البنات غيرادون كتير في عميلجة ومع أنه الموضة هي الساكل الصغيرة دماماً بس هيدة بالأيام العادية يعني أنا عندي روحة رايحة على الجامعة وممكن ألبس ساكل كبيرة حط فيها غراضي كتبي ورائي هيك قصصي ممكن رايحة مثلاً عندي ميتنج عندي أي شيء ممكن حط أنا ألبس شنطة كبيرة بس بالمناسبات أنا مم فضل الشنطة الكبيرة لأنه يعني هي بتاعتي هذا الشكل العملي أكتر أنا مو معقول أنه أنا كون لابسة شيء مثلاً أنيق أو كلاسي أو هيك أو سبورشيك أي وحط شنطة أكبر مني بدنا نراعي كمان شغلة مثلاً أنه طول مثلاً الصبية التي تعطينا صغيرة أو قصيرة فينا نقول مش هما يزعلوا الصبايا الصبايا النعمة النعمة نعمة نعمة أوكي بيلمسوا شناطي كبير ما بيصير يعني بتبين أن الشنطة حاملتها مو هي حاملة الشنطة لازم نختار حجم وسط أو صغير للصبايا اللي قطعتهم نعمة الصبايا الأطفال مو مشكلة بيروح بالطول بيروح ما بيبين بيروح بالطول ما فينا مثلاً ما نلبس قالنا من قبل مثلاً الصبية الأسيرة ما تلبس شيء طويل يعني شيء يغطي الورك لأنه بيبين أسرة بالزيادة لا لازم تلبس شيء مثلاً خسره عالي نوعاً ما الجينز لا حتى الجينز ما لازم تلبسه خسره عالي بيبين الجزع الجزع أصير كتير فبيبين أحدها متناسق بشكل الجسم يعني أنت ما بتشوفيها بتشوف بتقولي في شيء غلط بشكل جسمها ما في شيء متناسق فهذا الشي لا ما بيصير تلبس سرج عالي ما بيصير تلبس طوبات طويلة ماكسماً عند منطقة الورك أول العظام منطقة الحوض ما بيصير تلبس كعب أنا مع النصبية تلبس كعب إذا كان مريح بس طبعاً ما الكعب الروكي للصباية للقصائر ما بيصير يلبس الروكي لأنه هو بيعطيهم قصر أكتر أنا مع الكعب الرفيع هذول السكربينات المروسين من قدام هذول لا شعوريان يعني هي برجع بقول هي خضع بصرية من التبع نحنا كرمال مبين أنحف أطول أقصر يعني نحنا بنلعبها الكعب المروس السكربينات هذول بيعطوا طول لمشطر للمشط فبيعطي طول يعني اللي أنا عم بطلع عليها بيعطي طول يعني بشوف هي خضار بالنهاية ما بيصير نلبس طواء طويلة أو أكسسوار طويل للصبية الأسيرة كمان نختار شي ناعم عندهم عرض بمنطقة الكتاف عندهم امتلاع من منطقة الكتاف والصدر لازم يلبسوا شي ناعم ما لازم نحنا نضخم نلبس أكسسوار كبير كتير لحتى نعجق هاي المنطقة لعنا امتلاع من المنطقة العلوية لازم منلبس شي سادة منحرك من تحت بالعكس كمان إذا عنا امتلاع من المنطقة الصفلية منلبس من تحت سادة ومنحرك من فوق صبية طويلة مع أني أنا ما لازم تلبس الطواء الأسيرة على قد الرئبة لازم تلبس طواء طويلة لحتى تعمل ممكن تكون الرئبة طويلة حتى لتغطي هذا الطول الزايد مبين الطول يعني مقبول نحنا بشكل عام طولنا متوسط يعني ما عنا كثير طوال فالطوال بيطلعوا شوي شهزة بيناتنا يعني هلا بيزعلوا الأطوال بالعكس أنا محب الطول يعني بتمنى تكون أطوال شوي بس أنا مشان نحنا بالنهاية نكون أطلالتنا مريحة للأشخاص اللي نحنا رايحين نشوفهم صبية طويلة ما لازم تلبس مثلا البنت اللونات السرجواتي بالعكس سرنا يعني كل شي بنقوله أوكي للبنت الأسيرة نحنا العكس كمان للطويل ما لازم نلبس السرجواتي نعلي السرجو شوي لحتى كمان نخفف من المنطقة بين الجزع والساقين ما لازم نلبس كنزات قصيرة لازم تكون شوي طويلة لانه إذا بست كنزة طويلة أنا وأنا طويلة بيبينوا الجزع أصير بيينوا رجلين أطوال فكمان بيصير عنا هون أغلاط بشكل جسم الصبية اللي صحتها منيحة ما لازم تلبس مقلم بالعرض ممكن بالطول بيخفي هذا الشيء ما لازم تلبس مورد مزخرف كمان بلاحكس إذا كان عند امتلاء مو فوق تلبس شي سادة من تحت كمان تلبس شي سادة تمام هدول بشكل عام كثير نخفف الألوان الضيجة إذا كنت نحيفة أحب بيين أنه أنا ممتلية أكتر ما لازم ألبس فنتلونات ضيئة لازم ألبس شوي إلونجياب أو شوي ما يكونوا كتير سكني يكونوا هيك ستريت يعني من تحت ما يكونوا دايقين يكون شوي شوي عراض من تحت شو كمان؟ سملناهم كلون لا تقريبا لست عالم الموضوع واسع تماما أدمن حكينا ما بنو خلص بيضل أنه من ناقصنا شي تمام نور يعني قدمت نصايح كتير حلوة وإن شاء الله يكونوا السبايا والسيدات لا كانوا يسمعونا واستفادوا مننا يعني منتشكر كتير النصايح اللي قدمتيا ومنتشكر وجودك معنا مرسي لكم سالي مرسي إليك نور وإن شاء الله هيك يكون عيد مبارك على الجميع وتكون إطلالتنا كلها يعتنا بأحلى صورة مميز نتشكر كتير على المعلومات ونصائح لكل الصبايا اللي قدمت إلونياها شكرا كتير لك شكرا